السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدين الكرام في كل مكان فيديو النهاردة فكرة رائعة لإعادة تدوير بواء الخيوط الموجودة عندك في البيت إن شاء الله هتنفذيها فورا بعد ما تشوف الفيديو ده يلا بنا نبدأ بسم الله دول بقى بواء خيوط موجودين عندي في البيت ودي كرتونة طولها حوالي 40 سنطي هبدأ أجيب الخيط وهبدأ ألفه حوالين الكرتونة 44 لفة زي ما انتم شايفين كده هنا بقى هو أنا خلصت ال44 لفة هبدأ أقص الزيادة تمام تمام اللون اللي بعد كده اللي هو في النص هبدأ ألفه 22 لفة تمام كده يبقى أول صفة 44 بعد كده 22 الصفة الثالث عملته 44 برضو وهبدأ بقى أربطه من النص بالزبط هبدأ أربطه بخيط زي ما انتم شايفين كده الفكرة بجد تحفى يا جماعة وشيك جدا جدا وعتفرق معاك في ذكرات بيتك ومش عايزة أي خبرة في أي حاجة أتمنى أن الفكرة تكون عجبتكم وترفعوا الفيديو بلايك وتعليق وشير لكل حبيبكم هنا أنا ربطه من قدام وهبدأ برضو أقلبه وهربطه من وراء بنفس الفكرة من النص برضو هنا بقى هبدأ أخرجه من الكارتونة زي ما انتم شايفين كده وهبدأ بقى يعني أربطهم الاتنين ببعض زي ما انتم شايفين كده بالزبط هوصل الاتنين ببعض وبعد كده بقى هبدأ أقص الأطراف بقى أنا هنا بقى هوق قصت الأطراف ركزوا بقى معايا يا جماعة هبدأ بقى أجيب كل لون لوحده زي ما كان هبدأ بقى أقسمها كده كل لون لوحده زي ما كانوا على الكارتونة تمام كده أهو بقى كل لون لوحده وهبدأ أقسم طبعا اللون الرماضي واللون البيش كانوا 44 لفة فأنا هبدأ أقسم كل لون اتنين كل لون اتنين زي ما هتشوفوا كده اهو شوفوا بقى كل لون اهو اتنين هبدأ بقى أجيب الخيط وأربط زي ما هتشوفوا كده بالزبط هبدأ أشدد الخيط جامد وهبدأ أربط هربط بالخيط والزيادة هنزلها على باقي الخيط عادي ما فيش مشكلة تمام كده هبدأ بقى أربط كل لون كده كل لون لوحده كده زي ما هتشوف أشدد الخيط كويس وأربط شايفين يا جماعة الجمال بجدة هيبقى شيكة وإن شاء الله هيعجبكم وتنفزوه فورا بعد الفيديو بأمر الله طبعا اللون الأورنج ده كان لتنين وعشرين فأنا مقسمتوش لتنين هو هيبقى هيبقى ربطة واحدة أنا هنا بقى ربطت كله اهو زي ما انتم شايفين هاجي بقى في الصف الثاني هقسم كل ربطة هقسمها تنين وهاخد نص مع نص يعني نص الربطة مع النص اللي جنبها ركزوا كويس يا جماعة جدا في الفيديو أنا قسمت كل ربطة لتنين وأخدتو نص مع نص اللي جنبه يعني كل نص مع النص اللي جنبه زي ما انتم شايفين كده هبدأ بقى كل الصف همشي كده نص ربطة مع النص اللي جنبه والنص مع النص اللي جنبه هنا بقى أنا هو خلصت الصف الثاني تحفى تحفى يا جماعة الطبيعة بجد الصورة ظلمة هبدأ بقى برضو هقسم كل ربطة هقسمها لتنين والنص مع النص النص مع النص زي ما هتشوفوا برضو كده هقسم كل ربطة لتنين وهجيب نص مع نص نص مع نص زي ما انتم شايفين كده نص من هنا مع نص من هنا وطبعا الكلام ده بقى همشي لحد الآخر يعني كل الصفوف بقى لحد الآخر طبعا انت عايزة عايزة يبقى حجم المفرش أكبر من كده هتكبري طول الكرتونة يعني بدل أربعين سنتي عايزة تخليه سبعين سنتي تمانين سنتي زي ما انت عايزة طول المفرش عايزة تقصري عن كده ما فيش مشكلة خالص فانت بتتحكمي في الطول بتاعه او في حجمه بطول الكرتونة اللي انت هتلف عليها الخط من الأول ده بقى هشكله في النهاية مفرش طحفة وشيج جدا جدا هبدأ بقى ايه ازبط الشرشيب بتاعته اللي في النهاية دي بالمقص اللي في النهاية هنا بقى ده لون تاني من المفرش عملته منه اتنين بجد يا جماعة طحفة ممكن تعملي منه قسطرات صغيرة للمنجات المنجات الشاي المنجات القهوة تعمله منه قسطرات صغيرة ويبقى طقم كامل بجد يا جماعة فكرته تجنن ومش عايزة خبرة في اي حاجة ومن حاجات كلها موجودة في البيت اتمنى الفكرة تكون عجبتكم وترفعوا الفيديو بلايك وتعليق وشير لكل حبيبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته